إذن مناورات جوية إسرائيلية في المنطقة الشمالية قبل موعدها وبشكل مفاجئ كانت مجدولة ليوم الأحد المقبل لكنها بدأت اليوم وتزامنت مع غارات واسعة النطاق في محيط العاصمة السورية دمشق والهدف كان مستودع أسلحة صاروخية ونقاط تموضع قوات إيرانية في محيط مطار دمشق هذه الأهداف طالتها صواريخ من مقاتلات إسرائيلية أطلقت من منظومات إسرائيلية في الجولان المحتل ومنطقة الجليل قابلتها محاولات من الدفاعات السورية التي أطلقت عشرات الصواريخ لم تحل دون وقوع الاستهداف الغارات وفق المرصد السوري أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من جنسيات غير سورية والجدير بالذكر أنه قبل يومين من هذه الغارات تم تسريب صور للأقمار الصناعية تبين حاويات تابعة للأمم المتحدة وأخرى لحافلات شركة الشحن دي اتشال في محيط مطار دمشق الدولي أفيد بأنها تستخدم من قبل إيران لتخزين الأسلحة قبل نقلها إلى أماكن أخرى محللون إسرائيليون ربطوا خروج نتنياهو من جلسة حكومية بشكل مفاجئ قبل الغارات لدواع أمنية ربطوه بالتحرك الإسرائيلي إذ يتطلب استهداف حاويات تابعة للأمم المتحدة إقرارا من أعلى المستويات في إسرائيل ويحتاج لذرائع قوية لتبرير العملية وبالإجمال الغارات هي الثانية للجيش الإسرائيلي على مواقع نفوذ إيرانية في سوريا خلال عشرة أيام والخامسة منذ بدء العام